في الفترة الأخيرة انتشر تسريب صوتي خطير جدا لشخص مش معروف هل هو عالم أثار ولا شخص كان بينقب عن الأثار بطريقة غير شرعية لكن يقدر نقول من الشرح أنه حد شكله فهم الراجل ده قال إنهم لقوا أربع توابيت فيها أجساد الأنبياء وقال كلام تاني في منتقى الخطورة يطرى الكلام ده حقيقي وإيه قصة الأربع توابيت دول وهل فعلا الموضوع ليه علاقة بوادي الملوك الأول اللي تكلم عنه أكتر من عالم أثار ومنهم الدكتور وسيم السيسي كل دي أسئلة هنحاول نجاوب عليها في حلقة النهاردة أهلا بكم في قناة حكاية أصر في البداية عايز أقول إن دي واحدة من أخطر الحلقات اللي بتتعامل في تاريخ القناة علشان الموضوع ده محدش بيتكلم عنه كتير أو فيه ناس كتير بتتمنع من إنها تتكلم في الموضوع ده عشان كده أتمنى إن حضرتك تدعمني بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ولو بتتفرج عليه على الفيسبوك أتمنى إن انت تتبعني الموضوع الخطير ده إن من كام يوم انتشر تسريب صوتي لشخص يبيحكي فيه عن اكتشاف لمكان أثري لقوا فيه حوالي 15 عمود بجانب كل عمود فيه تابوت وتكلم وقال إن فيه حوالي أربع توابيت جواها أجساد الأنبياء ووصف إن التوابيت دي متشال منها الغضب بتاع التابوت وإن كل جسد بيبدو كأنه إنسان حقيقي جلده وشعره وملامح كأنه إنسان كان عايش ولسه مدفون دلوقتي وقال إن كل جسد عليه وشاح مكتوب عليه اسم النبي وإن من ضمنهم نبي معروف جدا ومشهور وكمل الراجل وصفه للمكان في المكالمة المصربة واللي هتلاقوني سايبها لحضراتكم في المصادر وقال إنهم لقوا سبائج دهب وكنوس كتير جدا وبعدها انتشر التسريب ده في جميع عنحاء العالم وبعدها بدأ البعض يربط بين حقيقة المكالمة الصوتية دي وبين كلام باحثين في علم المصريات ومنهم الدكتور وسيم السيسي بإن فيه مكان اسمه وادي الملوك الأول وإن المكان ده محدش يتكلم عنه خالص أو حتى حد من المسؤولين عن القصار طلع بيان ينفي أو يؤكد الكلام ده واللي قال فيه دكتور وسيم السيسي إن المكان بيتم التكتم عنه وإن مقصود إن محدش يجيب سيرته خالص لإنه بيحتوي على برضيات وكتابات بتضم وبتحفظ أهم أسرار الحضارة المصرية الأديمة وإن الكتابات دي لو ظهرت هتغير مفهوم التاريخ وهتسبب في تغيير تاريخ الدول وأنظمة عشان كده بيتم التكتم ويتمنع أي حد إنه يتكلم فيه طيب بص يا جماعة مبدئيا كده إحنا هنتكلم عن وجهتين نظر وجهة نظر بتقول إن الكلام ده حقيقي ورأي تاني وجهة نظر تانية بتقول إن الكلام ده مش حقيقي كلنا عارفين إن ودي الملوك والملكات اللي معروف في التاريخ والحضارة المصرية هو منطقة أسارية في الأقصر بتضم حوالي أكتر من ستين مجبرة ملكية لملوك مصر الأديمة كل مجبرة تم تصميمها بطراز مختلف وبطريقة مختلفة عشان تتناسب بطريقة معينة مع حماية الممياء الملك من لصوص المقابر وتحافظ عليها من عوامل التلف المختلفة الوادي ده تم استخدامه على مدار حوالي 500 سنة خصوصا في الفترة ما بين الأسرة 18 والأسرة 20 وإن منطقة وادي الملوك دي هي لحد دلوقتي منطقة تعتبر من أهم مناطق الاستكشافات الأسارية المتعلقة بعلم المصريات على مدار قرنين من الزمن القرن 20 وال21 والحد النهاردة بيتم عمل حفائر فيها وكانت من أهم اللي اكتشافات فيها هو اكتشاف مجبر التوت عنخ أمون بكنوزها السمينة واللي تعتبر واحدة من أهم وأعظم الاكتشافات الأسارية في جميع أنحاء العالم لحد النهاردة واللي حابب أضيفه هنا إن في منطقة وادي الملوك في منطقة أسارية اسمها وادي الأرود المنطقة دي أعلنت الدولة عن كتير من الاكتشافات الأسارية فيها خلال الفترة الأخيرة وعلى مدار الاكتشافات اللي تمت في مصر عموما هي بتتوصف على إنها منطقة الوادي الغربي اللي بتضم حوالي أربع مقابر تم اكتشافهم لحد دلوقتي ومن أشهرها مجبرة الملك ابن حطب الثالث وطبعا مجبرة الملك توت عنخ أمون واللي كانت في حالة جيدة برغم عمليات السرقة والنهب اللي اتعرضت لها على مر العصور طب ليه بتتسمى بمنطقة وادي الأرود؟ لأن الاسم ده أطلق عليها واحد من فريق علم المصريات لجيوفاني بلزوني أثناء اكتشاف مجبرة الملك أي سنة 1117 وبسبب وجود رسومات منقوشة على جدران المجبرة وداخل حجرة الدفن الأرود أطلق عليها اسم مجبرة الأرود في البداية وبعدها اتسمت المنطقة بالكامل اللي بتقع في جبل الكورنة غرب الأكسر بوادي الأرود وادي الأرود ده بيشبه لحد كبير وادي الملوك في الجغرافيا والتدريس وبيتوصف على إن وادي مغلق لحد دلوقتي ده الكلام المثبت علميا واللي أعلنت عنه الدولة والجهات الرسمية طب إيه حكاية وادي الملوك الخفي أو وادي الملوك الأول اللي تكلم عنه الباحث والدكتور وسيم السيسي بيقولوا إن المنطقة دي بتقع بجانب وادي الملوك في الأكسر والبعض التاني بيقول إنها بتقع في الفيوم وفي ناس قالت إنها عبارة عن منطقة بيصل مساحتها لحوالي نص فدان موجودة بين الصف وأصفيح في الجيزة ووصف بعض علماء المصريات زي دكتور وسيم جزء من مقابر وادي الملوك الأول ده على إنها مقابر بتحتوي على بلوكات سراميك من نوع التيرستا والنوع ده موجود بس في العريش وإن أطولها وأحجامها كبيرة جدا بيوصل طولها لحوالي 8 متر تحت الأرض وتحتها في طبقات من الزلط والبازل بتوصل لحوالي 120 سنتي وفي تحتهم طبقة حوالي 2 متر من الحجر الجير النقي وقال إن ده جزء بس من معبت فوادي الملوك الأول وإنه ما يقدرش يتكلم عنه أو حتى عن مكانه عشان فيه خطورة كبيرة ما ينفعش حد يتكلم في الموضوع ده طيب أنا حابب أقول وجهة نظري هنا من خلال دراسة العلم المصريات دلوقت يا جماعة أي كشف أثر بيتم الإعلان عنه على طوله مباشرة بيتم الإعلان عنه من الجهات المسؤولة عن الأصار وبيتم الإعلان عنه بصورة رسمية كل ده بيحصل في مؤتمر وبيحضر فيه صحفيين وخلافه وبيبدأ يتم عمليات تسجيل وتوسيق للأصار دي عشان ما تتسرقش مننا وبيتم إثبات ملكياتها لنا وبعدين بتبدأ عمليات الفحص والتحليل والدراسات وغيرها كل الطرق العلمية اللي بتتم أثناء بعثة الحفر طب هل فيه أي حاجة زي كده تم الإعلان عنها؟ لأ طب هل فيه حتى أي اكتشاف من الاكتشافات اللي حصلت الفترة الأخيرة بتقول أي دليل عن الكلام ده أو حتى بتثبته؟ برضو لأ أنا شخصيا عملت لحضراتكم حلقات كتير جدا عن القناة والصفحة عن معظم الاكتشافات الأسارية اللي تمت في الفترة الأخيرة طب أمال الكلام ده تقال ليه؟ أنا رأيي الشخصي إن حتى الآن ما نقدرش نأكد الكلام ده أونين فيه خصوصا إن فيه أكتر من بعثة حفائر أجنبية وبعثات أسارية مصرية بتقوم بعمليات الحفائر في الفترة الأخيرة والحد دلوقتي مفيش حتى أي كشف أسري بيقول كده أو حتى أي اكتشاف ليه علاقة بوجود وادي الملوك الأول أو وادي الملوك الخفي وطبعا فيه ناس هتطلع تهاجمني وهتقول لي أنت بتنفي الكلام أو حتى بتأكده أنا هنا يا جماعة مش بقول إن الكلام ده غلط أو صح أنا بس بحاول أوصل لحضراتكم إن موضوع الحفائر الأسارية والتنقيب ده ما بيكونش موضوع سهل لازم تتعمل شوية إجراءات الأول عشان الحفائر دي تتم وبتم الحفائر دي تحت إشراف ومرأبة جهات رسمية مسؤولة عن الأسار وكمان بيبقى فيه فريق كامل للدراسة والتسجيل والتوسيق ورأيي إن طالما ما فيش أي حاجة رسمية تم الإعلان عنها يبقى لحد دلوقتي الكلام ده يقبل الصواب والخطأ ومجرد اجتهادات شخصية أما بخصوص موضوع المكالمة المصربة لازم نسأل نفسنا شوية أسئلة مهمة الرجل ده اللي تكلم في التسريب قال حاجة مهمة أو قال إنهم أنبياء ومكتوب اسم كل نبي على وشاح أو صدرية بتقول النبي ده مين وإن من ضمنهم نبي مشهور ومعروف جدا طيب ثانية واحدة حضرتك دلوقتي لما اكتشفت الاكتشاف ده هل دي بعثة علمية؟ وبعثة حفائر علمية يعني فيها فريق حفائر متكامل وبيقوم بعمليات الدراسة والفحص والتحليل والتسجيل طب بلاش دي أسمع الأنبياء اللي مكتوبة يا ترى كانت مكتوبة بأنهي لغة ولو الشخص ده فعلا كان متخصص في علم المصريات يبقى الكتابات دي كانت كتابات هيروغليفية طب ليه ما تكونش كتابات باللغة اليونانية؟ أو حتى تكون كتابة بلغة ثالثة إحنا لسه ما نعرفهش؟ طب لو الشخص ده كان عالم أثار فعلا ودي بعثة حفائر رسمية إزاي هيتم التكتم عنها؟ وأي كشف أثر بيتم بيتم الإعلان عنه حتى في مؤتمرات صحفية رسمية لأن الإعلان ده نفسه بيكون في مصلحة مصر عشان تضمن حقها قدام العالم ومنظمة اليونسكو بالأخص وتسجل الأثار دي بإسمها عشان تضمن ملكيتها وتبعيتها ليها وبالتالي تقدر تحافظ عليها من السرقة وتحافظ على حقها في إثبات إن أجدادنا هم من اللي عملوا الحضارة العظيمة دي اللي علمت العالم كله يبقى إزاي دي كانت بعثة علمية للحفائر وما تمش عمل تسجيل وتوسيق أو حتى دراسة وفحص وتحليل بالطرق العلمية عشان نبدأ نفحصها وندرسها أو حتى نحاول نقرخها بعناصر التاريخ الأسري زي كربون 14 وغيرها من المواد اللي نقدر نعرف منها تاريخ الأسر ده ونحدد فترته التاريخية طب عايز أسأل سؤال تاني مهم إزاي يا جماعة هيتم إخفاء حاجة زي دي وإن دول أنبياء بأجسامهم وهيئتهم زي ما هي من شعر وجلد وملامح كأنهم عايشين وإحنا أصلا في مصلحتنا نسبة ده لإن ده في إثبات رسمي لصحة ما ذكروا الله سبحانه وتعالى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بإن ربنا سبحانه وتعالى حرم على الأرض ابتلاع أجساد الأنبياء وبالتالي فده في إثبات أصلا لمعجزة من معجزات الدين الإسلامي يبقى ليه هيتم إخفاءها حد هيقول لي ممكن يكون مقصود إخفاءها عشان اللي بيحطوا رمز الهارم على الدولار وبيحكوموا العالم ليهم غرض في إخفاء المعلومات دي عشان ما يأكدوش بنفسهم معجزات الإسلام طب هرد على حضرتك بوجهة نظر مختلفة طب إيه رأيك؟ إنهم من مصلحتهم إنهم يثبتوا صحة الاكتشاف ده هقولك ليه؟ فاكر لما قلت لحضرتك في بداية الحلقة إن التسريب الصوتي الشخص قال فيه إن من ضمن الأنبياء دول نبي معروف جدا طب لو افترضنا إن كلامه صح وإنهم كانوا أربع أنبياء وفي نفس المكان معنى كده إنهم تقريبا من نفس النسل وبالتالي لو كان نبي من الأنبياء اللي ورد ذكرهم وارتبط اسمهم بالحضارة المصرية القديمة زي سيدنا موسى عليه السلام على سبيل المثال فسيدنا موسى أرسل لبني إسرائيل وبالتالي هيبدأ هنا إنهم يعلنوا عن الاكتشاف ده عشان ينسبوا الحضارة المصرية لأي حد غير المصريين أو حتى ينسبوها لنفسهم أو يسرقوها مننا زي بالضبط محاولات الأفروسنتريك وغيرهم من لصوص الحضارة ومن هنا لازم نفهم إن التسريب ده ربما يكون مفابرك في الأصل لخدمة أغراض دول أو حتى لصوص حضارة عايزين يسرقوا من مصر تاريخها وإلا إشمعنا في التوقيت ده بالتحديد تم الإعلان عن المكالمة دي خصوصا إن المصريين الكدماء كانوا شعب متدين بطبعه حتى إن الديانة المصرية الأديمة ومعتقدات المصر الأديم عليها خلاف لحد دلوقتي بين التوحيد وتعدد الآلهة وهي أقرب ما يكون للتوحيد وتقدر ترجع لحلقة كتاب الموتى ونظرية التوحيد اللي عملتها على القناة هنا عشان تفهم هما ليه بيحاولوا يطلعوا الحضارة المصرية الأديمة حضارة وسنية وإزاي ممكن تكون نظرية التوحيد في الديانة المصرية الأديمة نظرية حقيقية حصلت بالفعل وفي حاجة أخيرة حابب أقولها قبل ما اختم الحلقة بخصوص موضوع المكالمة المصربة الراجل لما وصف إن فيه أجسام لأنبياء وإنها بهيئتها كاملة من ملامح وشعر وجلد كأنها ناس كانت عايشة ولسه مدفونة حالا هو صحيح فعلا إن ربنا سبحانه وتعالى حرم على الأرض ابتلاع أجساد الأنبياء بس لو فرضنا هنا إن المكالمة حقيقية ولو حتى بنسبة 1% مش معنى إن الأجسام دي ما تحللتش إنهم أجسام أنبياء لأن ببساطة لو حضرتك فتحت مثلا جوجل على سبيل المثال وبحثت عن أشخاص هتلاقي آلاف من الجسس اللي لم تتحلل بعد الموت معنى كده إن كل دول أنبياء فده دليل غير قاطع إننا نستند عليه أو حتى نعتمد عليه في إننا نكرر إن الأشخاص دول فرضا موجودين وإنهم أنبياء أو لا وعايز أقول حاجة أرد بيها على الناس اللي بتفترض إن النبي المعروف ده سيدنا موسى عليه السلام معظم علماء المصريات ودارس علم الأسار بيرجحوا إن سيدنا موسى عليه السلام على سبيل المثال عاش بنسبة كبيرة خلال عصر الانتقال الثالث اللي بيمتد ما بين الأسرة الثلاثة والأسرة السبعتاشر وإنهم بيفرضوا إنه عاش في عصر أواخر ملوك الهكسوس في الأسرة السبعتاشر وبالتالي الناس اللي بتقول إن النبي المعروف ده ممكن يكون سيدنا موسى عليه السلام زي ما الراجل قال في التسريب الصوتي فعايز أقول إن إزاي ده حقيقي وإزاي أصلا ودي الملوك المعروف ظهر في عصر الأسرة الثمنتاشر يعني بعد الفترة دي وبالتالي فده ممكن يكون دليل أصلا تاني على إن الكلام مش حقيقي وعشان كده لازم حضراتكم تعرفوا إننا كأساريين دايما بنعتمد على أسر موجود وإثبات ظهر وواضح من خلال الدراسات والاكتشافات اللي بتتم على الحفائل اللي بتتم اكتشافها وبعدين نبدأ نعلن عن الحقيقي دي لكن طالما ما حدش أثبت صحة اللي في المكالمة لحد الآن يبقى ما فيش غير تفسير واحد هو إن المكالمة دي مش حقيقية ومفبركة إلا أن يثبت عكس ذلك وبكده تنتهي حلقة النهار دمتم في رعاية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة